السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم علا عواب من مدارس الفريد النموذجية تحدثنا في الحصة الماضية عن درس الألعاب الأولمبية وتحدثنا بالتحديد عن الفقر الأولى والثانية والثالثة وشرحناهم وأخذنا الأفكار بالنسبة لهم وحكينا أعطينا واجب بيتي كمان الآن خلينا نتذكر مع بعض بداية شو يعني الألعاب الأولمبية الألعاب الأولمبية هي حدث رياضي يشمل الألعاب الرياضية الصيفية والشتوية يشارك فيه الرياضيون من كل الجنسين في المنافسات المختلفة ويمثلون دولا مختلفة لماذا سميت بالألعاب الأولمبية؟ نسبة إلى مدينة أولمبية في اليونان التي بدأت فيها أولى المسابقات نشوف مع بعض الواجب البيتي اللي أعطتكم يا الحصة الماضية استخرج من الفقر الثالثة من درس الألعاب الأولمبية أول شيء مطلوب منك تستخرج نعات نشوف هاي الفقر الثالثة أنا علمتكم أنه أنا لما بدي أستخرج لازم أبدأ من أول كلمة بالنص والكلمة اللي بتطلع معي إذا مطلوبة مني فوراً بجاوبها بدأت فعل ماضي مبني على الفتح وتأتاء تأنيث الساكنة حركت بالكسر من على التقاء الساكنين الألعاب فعل لهون ما في عندي نعات طيب بدأت الألعاب الأولمبية نذكر شيء يعني نعات بالأول نعات هو الصفة أنا بوصف شيء معين الألعاب والأولمبية من شرط النعات أنه يكون من التوابع طبعاً هو من التوابع شيء يعني من التوابع؟ أي أنه يطبع ما قبله في كل شيء معرف معرف لو كان نكرة فهو نكرة ضم ضم لو كان تنوين لازم يكون تنوين انتبقت الشروط؟ ولا ما انتبقت طبعاً أيضاً يطبع ما قبله بالتأنيث والتذكير الألعاب مؤنث أم مذكر؟ لو قلنا هذه الألعاب أم هذا الألعاب؟ هذه الألعاب مزبوط؟ إذن مؤنث مؤنث إذن الأولمبية نعت طيب القديمة نفس الشيء لو طلعنا هون معرفة معرفة مؤنث مؤنث ضم ضم إذن القديمة أيضاً نعت طب نعت للأولمبية ولا للألعاب؟ طبعاً لا للألعاب بنسميه هون تعدد النعوت ليش؟ يجا عندي نعتين وراء بعض إذن نعت الأولمبية والقديمة لهون بس نكمل مثلاً هاي أخذنا اثنين من النعوت مضاف إلى اسم ظاهر نشوف نكمل مع بعض بمسابقة جار ومجرور العدوي العدوي بمسابقة شو؟ طب وضح لي أكتر بمسابقة العدوي إذن العدوي هاي هي مضاف إليه اسم ظاهر ولا مش اسم ظاهر؟ هايو أمامي اسم ظاهر مش ضمير إذن العدوي مضاف إليه اسم ظاهر بكتبها عندها ثم أضيفت ثم طبعاً حرف عطفي في دي ترتيب التراخي أضيفت طب مين اللي أضافها؟ لا نعلم إذن أخذ صيغة الفعل المبني للمجهول المستطالب من عنا فعل مبني للمجهول؟ ننشوف مضاف إليه فعل ماضي مبني للمجهول وضيفت وانتهت إذن هو فعل ماضي مبني للمجهول هاي حلينا أول ثلاثة وستعطنا بأول سطر إليها إلى حرف جار ولها ضمير متصل مبني في محل جار بحرف الجار المستطال بضمير متصل مبني محل جار بحرف الجار تشوف اللي بعدها في محل جار بالإضافة لسا ما وصلنا له في محل جار بحرف الجار هاي ضمير متصل الواقع في محل جار بحرف الجار مطلوب إذن بكتب إليها وبخطط تحت اله وضيفت إليها مسابقات شو إعراب مسابقات وضيفت مسابقات إذن نائب فاعل أصل الكلام أضافة مثلا فلان مسابقات إلى الألعاب الأولمبية لأن مسابقات كان أصل إعرابها إنها مفعول به لكن عندما صغنا منه من فعل أضافة فعل مبني المجهول أصبحت مسابقات نائب عن الفاعل إذن نائب فاعل مسابقات نشوف شو المطلوب مني بعد هيك ضمير متصل الواقع في محل جار بالإضافة نشوف كالمصارعة والملاكة مسباق الخيل وهون ما فيه طبعا هاي كلها أسماء معطوفة لكن الخيل نضاف إليه أيضا اسم ظاهر وفي العصر الحديث وفي العصر جار ومجر والحديث نعت هاي كمان نعت تطورت الألعاب تطورت فعل ماضي الألعاب فاعل والتاء طبعا تاء التأنيث حتى أصبحت تشمل طبعا أصبحت فعل ماضي ناقص من أخوات كان تشمل فعل مضارع مرفوع كثيرا من الألعاب الرياضية لهون ما في عندي أبدا ضمير واقع في محل جار بالإضافة مثل كرة القدم والطائرة واليد والسلة وألعاب القوى وغيرها للدورة الصيفية والتزلج على الجليد لهون ما في آه طب وغيرها وغيرها مش ضمير اتصل بإسم إذن الهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة تمام مطلوب مني أيضا استخرجنا فعل اسم معطوف طبعا حكينا هون والملاكمة وسباق هاي أسماء معطوفة فعل ماضي ناقص آها مرينا عنه أصبحت فعل ماضي ناقص طبعا ما في غيره بالفقرة فعل مبني للمعلوم نشوف أصبحت تشملها تشمل هي صح؟ إذن تشمل فعل فعل مبني المعلوم طبعا هو فعل مضارع وليس فعل ماضي وليس فعل أمر أيضا شبه جملة من الجاري والمجرور مثلا نشوف وفي العصري مزبوط بمسابقتي ليس كذلك إذن هيك منكون استخرجنا الواجب كاملا الآن نأتي إلى شرح بقية فقرات الدرس وتشارك في الألعاب الأولمبية معظم الدول وقد منحت مدينة أثنى في اليونان شرف تنظيم أول دورة أولمبية في العصر الحديث عام 1896 لأن اليونان مهد الألعاب الأولمبية في العصور القديمة وأدخلت مسابقات السيدات في الألعاب الأولمبية أول مرة عام 1912 نشوف هاي الفقرة تشارك في الألعاب الأولمبية معظم الدول طبعا قلنا في الحصة الماضية أن الألعاب الأولمبية يشارك فيها من أكثر من دولة في العالم لكنها تكون في دولة واحدة يعني دولة المضيفة تسمى هي التي تقام فيها هذه الألعاب لكن الفرق تأتي من معظم دول العالم وقد منحت مدينة أثنى في اليونان شرف تنظيم أول دورة أولمبية في العصر الحديث مدينة أثنى وين في اليونان اللي هي أصلا مهد الألعاب الأولمبية حكينا أنها سميت أصلا بالألعاب الأولمبية نسبة إلى مدينة أولمبية وين في اليونان إذن اليونان هي مهد الألعاب الأولمبية منحت شرف تنظيم أول دورة في العصر الحديث بس بأي مدينة مش بأولمبية بمدينة أثنى هي التي نظمت أول دورة أولمبية في العصر الحديث في العصر القديم من أولمبية لكن في العصر الحديث أثناء تمام عام 1896 1896 في العصر الحديث أول دورة حدثت في العصر الحديث ليش؟ قلنا شايفين؟ لأن اليونان مهد الألعاب الأولمبية في العصور القديمة بما أنه بدأت فيها في العصور القديمة إذن أيضا يجب أن تبدأ فيها في العصور الحديثة تمام وأدخلت مسابقات السيدات في الألعاب الأولمبية أول مرة عام 1912 أول مرة أصبح للسيدات مجال بأن تشارك في الألعاب الأولمبية عام 1912 قبل أكثر من قرن إحنا بال2020 قبل أكثر من قرن واللجنة الأولمبية الدولية نشوف في الفقرة اللي حكينا عنها شو الفكرة الرئيسة لها ونشوف المعاني قبل ما نبدأ في اللي بعدها مثلا عنا مهد كلمة مهد مضبوط لأن اليونان مهد الألعاب الأولمبية شو يعني مهد مهد المقصود بها نشأة الألعاب الأولمبية نشوف إذا في معاني أخرى لم يفهمها الطالب تشارك في الألعاب الأولمبية مهضم الدول واضح منحة مدينة أثنى في اليونان منحة أي أعطيات منحة أعطيات مدينة أثنى في اليونان شرف تنظيم أول دولة أولمبية في العصر الحديث واضح إلى الآن لأن اليونان مهد الألعاب الأولمبية في الحصر القديمة واضحنا شو معنى مهد وهي نشأة الألعاب الأولمبية المقصود بها هنا ودخيلات مسابقة السيدات في الألعاب الأولمبية أول مرة عام 1912 ما فيه أي معنى مش واضح إلى الآن مع الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة الرياضات أو قيام قيام الألعاب الأولمبية في أول مرة في العصر الحديث في مدينة أثناء قيام الألعاب الأولمبية أول مرة في العصر الحديث في مدينة أثناء هذه هي الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة قيام الألعاب الأولمبية في العصر الحديث الأول مرة في مدينة أثناء نكمل اللجنة الأولمبية الدولية هي المسؤولة عن اختيار الدولة التي ستستضيف الألعاب الأولمبية وهي الدولة التي تمول الألعاب وتنظمها قبل ست سنوات على الأقل من موعد إقامة الدورة وقبل عقد الدورة يتفق على الألعاب التي ستقام فيها وتحدد الشعارات والرموز المستخدمة فيها ومن أهم الرموز الشعلة الأولمبية التي يحملها العداء من مدينة أولمبيا إلى ملعب الافتتاح في الدولة المضيفة والعلم الأولمبي الذي يحتوي على خمس دوائر ملونة ومترابطة وكل دائرة تمثل قارة من قارات العالم الخمس ويرمز العلم إلى تقوية الأواصر بين القارات نشرح الفقرة ونأخذ الأفكار والمعاني لألها اللجنة الأولمبية الدولية هي المسؤولة عن اختيار الدولة التي ستستضيف الألعاب اللجنة الأولمبية هاي اللجنة هي التي تشكل تبعاً لأسس معينة وبتكون أعضاؤها من أكثر من دولة أعضاء هذه اللجنة من أكثر من دولة وهي المسؤولة عن اختيار الدولة التي ستستضيف الألعاب الأولمبية هي اللي بتحدد هاي اللجنة بتحدد مين الدولة اللي رح تقوم فيها الألعاب الأولمبية لهذه الدورة وهي أيضاً الدولة التي تمول الألعاب وتنظمها مين هي التي تمول الدولة المستضيفة الدولة المستضيفة التي ستستضيف الألعاب الأولمبية على أرضها تمول الألعاب وتنظمها قبل ست سنوات على الأقل من إقامة الدورة شو يعني تمولها؟ تمولها أي تمدها بالمال تمد الألعاب بالمال من مستلزمات وكل ما يلزمها وتنظم هذه الدورة قبل ست سنوات على الأقل من عقد إقامتها يعني هي مثلا في سنة 2026 من عام 2020 يجب أن يبدأ التحضير لها من قبل الدولة المضيفة الآن وقبل عقد الدورة يتفق على الألعاب التي ستقام فيها قبل ما يتم الاتفاق باتفقوا إيش هي الألعاب التي ستقام في هذه الدورة ركض خيل ألعاب القوة مثلا السباحة تزلج على الجليد إلى آخره باتفقوا شو هي الألعاب التي ستقام في هذه الدورة وتحدد الشعارات والرموز المستخدمة فيها طبعا لكل فريق لازم يكون له شعاره وللدول إلى الألعاب الأولمبية أيضا شعارها ورموز المستخدمة فيها شو رموز التي ستستخدم في هذه الدورة يجب أن تحدد قبل عقد الدورة ومن أهم الرموز نشوف شو أهم رموز مثلا الألعاب الأولمبية الشعلة الأولمبية التي يحملها العداءون الشعلة الأولمبية من نعرف شو يعني شعلة؟ شعلة النار الأولمبية شعلة أولمبية يحملها العداءون مفردها عداءها وهو شديد العدوي أي شديد الجري يعني من يقوم بمسابقة الركض يحملها العداء من مدينة أولمبيا إلى ملعب الافتتاح في الدولة المضيفة من ملعب من مدينة أولمبيا يحملها العداء ويركضون فيها إلى ملعب الافتتاح في الدولة المضيفة إلى المكان الذي ستقام فيه اللعبة الألعاب الأولمبيا للدورة الحالية والعلم الأولمبي أول شيء إذا نشعل الأولمبية اثنين العلم الأولمبي الذي يحتوي على خمس دوائر ملونة ومترابطة العلم الأولمبي طبعا علم يخص الألعاب الأولمبية يحتوي على خمس دوائر ملونة ومترابطة ليش خمس دوائر؟ مش ستة مش تمانية مش عشرة وملونة ومترابطة كل دائرة تمثل قارة من قارات العالم إذن عددهم خمسة مش حبث كل دائرة تمثل قارة من قارات العالم الخمس ويرمز العلم إلى تقوية الأواصر بين القارة إذن العلم هذا الذي يحتوي على خمس دوائر ليس عبثا وإنما يمثل كل دائرة تمثل قارة من قارات العالم ويهدف ويرمز إلى تقوية الأواصر بين القارات شو يعني أواصر جمع آصرة وهي الروابط الآن هنا مهد تمول ألعاب معناها العداءون والأواصر إلى الآن هذه هي المعاني التي وضحناها موجودة أمامك في الورقة نكمل الآن شو الفكرة الرئيسة لهذه الفكرة كيفية تمويل وتنظيم الألعاب الأولمبية وأهم الرموز التي يحملها العداءون كيفية تمويل وتنظيم الألعاب الأولمبية وأهم الرموز التي يحملها العداءون هاي فكرة هاي الفقرة نكمل يقام في كل دورة أولمبية حفلا حفل افتتاح تبدأ مراسيمه بعمل استعراضيا لجميع الدول المشاركة فيدخل الفريق اليوناني أولا لإحياء الأصل التاريخي للألعاب أما فريق الدولة المضيفة فيكون آخر الفرق دخولا وفي هذا الحفل أيضا يقرأ أشهر رياضي الدولة المضيفة القسم الأولمبي الذي ينص على التزام مبادئ الرياضية بين المنافسة ويعلن رئيس البلد المضيف بدء الألعاب الأولمبية بعد أن يقوم آخر العدائين الذين يحملون الشعلة من مدينة أولمبيا بإشعال المشعل في ملعب الافتتاح ثم يطلق سرب من الحمام في الهواء رمزا للأمل والسلام نشوف نشرح الفقرة يقام في كل دولة دورة عفوا أولمبيا حفلان مش حكينا أنه في دورة صيفية ودورة شتوية في كل دورة من هاي دورات يقام حفلان حفل افتتاح تبدأ مراسمه بعمل استعراضي لجميع الدول المشاركة شو يعني مراسم؟ هي التقوس والتقاليد والعادات جمع مرسا وهي التقوس والتقاليد والعادات طبعا مشعل المشعل ما يشبه المصباح والسرب فريق من الطير الآن تبدأ مراسم الحفل بعمل استعراضي لجميع الدول المشاركة طبعا أكيد أول ما يبلش الحفل بدنا نعرف إيش هي الدول اللي شاركت بهاي الدورة فبعملوا مراسم استعراضية لجميع الدول المشاركة ونشوف مين هي دول المشاركة فيدخل الفريق اليوناني أولا طبعا ليش؟ لأن اليونان هي مهد الألعاب الأولمبية ليش؟ لإحياء الأصل التاريخي للألعاب طبعا أكيد أما فريق الدولة المضيفة فيكون آخر الفريق دخولا يعني أول فريق بيدخل هو فريق اليونان لأنها مهد الألعاب الأولمبية وآخر فريق هو فريق الدولة المضيفة يعني مجرد ما دخل آخر فريق هو بيكون فريق الدولة المضيفة وفي هذا الحفل أيضا يقرأ أشهر رياضيين دولة المضيفة القسم الأولمبي طبعا أكيد في كل فريق بيكون في لاعب بيكون أشهر لاعبين الفريق هذا اللاعب للدولة المضيفة يقرأ القسم الأولمبي يقرأ القسم الأولمبي على ماذا ينص هذا القسم؟ نشوف الذي ينص على التزام مبادئ الروح الرياضية في المنافسة وهو ما نصت عليه أصلا الألعاب الأولمبية في بداية الدرسة أول شيء حكينا عنه غرس الأخلاق الرياضية بين المتنافسين إذن ينص على التزام مبادئ الروح الرياضية بين المتنافسين في المنافسة ويعلن رئيس البلد المضيف بدء الألعاب الأولمبية يعلن رئيس البلد المضيف البلد المضيف البلد التي استضافت الألعاب على أرضها يعلن رئيسها بدء الألعاب الأولمبية كيف بعد أن يقوم آخر العداءين الذين يحملون الشعلة من مدينة أولمبيا بإشعال المشعل في ملعب الافتتاح بعد ما آخر العداءون الذين جاءوا من مدينة أولمبيا حملين الشعلة زي ما شرحنا في الفقرة اللي قبل بإشعال آخر شعلة في ملعب الافتتاح بإشعال المشعل في ملعب الافتتاح ثم يطلق سرب من الحمام في الهواء رمز للأمل والسلام سرب من الحمام يطلق في الهواء الطلق رمزاً للأملي والسلام في المدينة أما الحفل الختامي فيتضمن الفكرة الرئيسة الفكرة الرئيسة الفقرة اللي شرحناها هي مراسم الحفل في كل دورة أولمبية شوف الفقرة الأخيرة أما الحفل الختامي فيتضمن عروضاً فنية خاصة بالبلد المضيف ابتهاجاً بنجاح دورة الألعاب الأولمبية وفيه يطفئ المشعل الأولمبي إعلان الانتهاء الدورة الحالية ويشارك الأردن في الألعاب الأولمبية منذ عام 1980 وفي مختلف الرياضات كالتاعي كوندو والريماية والمبارزة والفروسية وأحرز بعض المشاركين ميداليات في بعض الألعاب الآن أما الحفل الختامي طبعاً الحفل الختامي هو آخر آخر ما يتم في الألعاب الأولمبية حفل الختامي منعرف من خلاله أنه خلاص قد انتهت هذه الدورة ماذا يتضمن هذا الحفل الختامي الذي فهمنا من خلاله أن الدورة قد انتهت؟ يتضمن عروض فنية خاصة بالبلد المضيف عروض فنية خاصة بالبلد المضيف يعني بعض ما يخصها من مثلاً كيف الدبكة الأردنية عنها نفس الشيء عروض فنية خاصة بهذا البلد ليش؟ انتهاجاً بنجاح دورة الألعاب الأولمبية على أرضها وفيه يطفى المشعل الأولمبي إعلان انتهاء الدورة الحالية زي ما جابوا المشعل من مدينة أولمبيا العداءون وأضاؤوه أشعلوه في الملعب أيضاً بيطفوه إعلان انتهاء الدورة الحالية ويشارك الأردن في الألعاب الأولمبية طبعاً حكينا في الحصة الماضية أن الأردن قد شارك في الألعاب الأولمبية وفي مختلف الرياضات كالتايكواندو والريماية والمبارزة والفروسية وأحرز بعض المشاركين ميداليات في بعض الألعاب طبعاً معنى كلمة ابتهاج تأتي من الفرح أي فرحاً وسروراً واحتفالاً بنجاح الدورة ما هي الفكرة الرئيسة؟ هي الحفل الختامي وما يتضمنه من عروض هيك بنكون خلصنا درس الألعاب الأولمبية كامل خلينا نعطيكم واجب بالبيت بشان يتحلوا استخرج من الفقرة الخامسة مفتدأ فعل مضارع مبنية المعلوم فعل مضارع مبنية المجهول شبه جملة ظرفية فاعل مؤخر استخرج من الفقرتين السادسة والسابعة كلمة تلازم الإضافة ضمير واتصل واقع في محل نصب مفعول به نائب عن الفاعل فعل مضارع منصوب مثالاً على تتالي الإضافة خلينا مع بعض بس ناخد هيك طبعاً الفقرة الخامسة هاي واحد اتنين ثلاثة هاي أربعة هاي خمسة إذن هاي هي الفقرة الخامسة هاي هي الفقرة السادسة والفقرة الأخيرة هي الفقرة السابعة الآن نشوف مع بعض مثلاً من الفقرة الراوعة نستخرج منها بعض القواعد اللي حكنا عنهم في الفصل الأول والفصل الثاني وفي سنوات سابقة طبعاً تشارك في الألعاب العلمية معظم الدول وقد منحت أها حرف تحقيق شو يعني حرف تحقيق؟ حرف تحقيق هي قد زائد الفعل الماضي قد زائد الفعل الماضي أما حرف التشكيك فهي قد زائد الفعل المضارع قد زائد الفعل الماضي أما حرف تشكيك فهي قد زائد الفعل المضارع نشوف قد منحت منحت وانتهت وهو حصل في الزمن الماضي إذن هون حرف تحقيق طبعاً منحت فعل مبني للمجهول أخذ صيغة المبني للمجهول ضم الأول وكسر ما قبل الآخر ما قبل الآخر له النون ليس أنه تاء التأنيث وليست من أصل فعل منحت مدينة أثناء مدينة نائب فاعل إذن حرف تحقيق فعل مبني للمجهول ونائب الفاعل شو إعراب معظم هون؟ تشارك في الألعاب الأولمبية معظم الدول أنا عشان أعرف إعراب معظم لازم أعرف من أول كلمة تشارك فعل مضارع مرفوع علامة رفعي الضم في حرف جر الألعاب اسم مجرور على مجره الكسرة الأولمبية نعت معظم من التي تشارك؟ من الذي قام بفعل المشاركة هنا؟ الألعاب معظم عرفون معظم إذن معظم هي الفاعل فعل مرفوع علامة رفعي الضم ومضاف الدول مضافلة طبعاً مجرور وعلى مجره الكسرة وقد منحت مدينة أثناء في اليونان شرف تنظيم أول دورة أولمبية طيب منحت في اليونان شرف تنظيمي أول دورة أولمبية شو عراب شرف؟ منحت مدينة أثناء طيب شو منحت في اليونان؟ شرف إذن مفعول به منصوب للفعل منيحة طيب يا ميس كيف مفعول به للفعل منيحة؟ والفعل منيحة أصلاً فعل مبني للمجهول لأنه أصل الكلام منحة أو منحت الدولة المضيفة منحت الدولة مثلاً المضيفة مدينة أثناء منحت الدولة مدينة أثناء شرف تنظيم الدورة نشوف منحت هيك أصل الكلام منحت فعل ماضي مبني على الفتح وتأتيت تأنيت حركة بالكسر والأنتقاء الساكنين الدولة فاعل مدينة مفعول به منحت الدولة مدينة مدينة أثناء طيب شو منحت الدولة المدينة؟ شو منحتها؟ ما اكتفى عندي المعنى بي ما اكتمل بي المفعول الأول طبعاً مدينة مفعول به أول منحت الدولة فعل وفاعل ما أذا منحت مدينة أثناء؟ طب شو منحتها؟ شرف إذن شرف مفعول به ثاني إذن هون عندي مفعولين لما حولت الفعل منحت شوفي منحت لفعل مبني المجهول صار مو نحت هون ساكنة رجعت ونحضف عندي الفاعل لأنه مفعول فعل مبني المجهول صارت عندي مدينة شو عراضها؟ نائب فاعل وشرف ضلت مفعول به بس مش ثاني فهمنا؟ ليش مفعول به؟ لأنه أصلاً فيه عندي كان مفعولين الأول تحول إلى نائب فاعل والثاني بقي مفعول به لكن ليس مفعول به ثاني نكمل شرف تنظيم أول دورة أولمبية في العصر الحديث طبعاً نعت جار مجرور إلى آخره مضاف مضاف إليه وهن نعت أولمبية هاي شايفين؟ هن دورة نكرة وأولمبية نكرة تنوين كسر تنوين كسر مؤنث مؤنث إذن نعت لدورة لأن اليونان مهدو الألعاب الأولمبية في العصر القديمة ودخلت ودخلت أيضاً في المبني للمجهول ماضي طبعاً لكنه غير ثلاثي مسابقات طبعاً نائب فاعل ودخلت مسابقات السيدات سيدات طبعاً مضاف إليه في الألعاب الأولمبية أول مرة عام 1912 هيك منكون خلصنا درس الألعاب الأولمبية بضل عندك واجب عفواً اللي هو الاستخراج أحب أعيد نقطة المفعول به مشان نأكد المعلومة طبعاً هو مش مطلوب منك أنك طالب صفصابع أنت لسه مأخذ المفعول به الثاني لكن أنا متأكدة أنه في بعضكم سأل طب كيف شرف هي مفعول به وهو فاعل مبني للمجهول خلينا نعيد المثال أو خلينا نأخذ مثال آخر مثلاً منحت مديرة المدرسة المعلمة المتميزة شهادة شكراً وتقدير نشوف أنا دائماً معودة طلابي أنه إحنا بنهرب إيش مهما كانت الكلمة المطلوبة مننا مثلاً لو كانت آخر كلمة لازم أبلش من الكلمة الأولى منحت فاعل فاعل ماضي مبني على الفتح واتهى التأنيف الساكنة لا محلها من الإعراب من اللي من أحمل الذي قام بالفعل؟ المديرة إذن مديرة فاعل ومنحت فاعل ماضي المدرسة مديرة المدرسة مديرة شو؟ مديرة الفرع مديرة المدرسة مديرة المكتب أنت ما وضحت لي مديرة المدرسة إذن أنا وضحت لك مديرة شو؟ لها كلمة وضيفت للكلمة اللي قبلها عشان توضح لي أنا عن شو عم بحكي مضاف إليه مجرور منحت مديرة المدرسة آه ماشي ما اكتفت بالمعنى أنا منحت مديرة المدرسة ما إيش منحت المعلمة إذن المعلمة وقع عليها فعل الفاعل وقع عليها فعل المديرة إذن المعلمة مفعول به منصوب طبعا وعلامة نصبه الفتحة المعلمة المتميزة طيب نشوف معرفة معرفة مؤنث مؤنث المعلمة المتميزة إذن نعت منحت مديرة المدرسة المعلمة المتميزة ما اكتفى عندي المعنى طب يا مس شو منحتها شهادة شكرا وتقدير إذن شهادة مفعول به ثاني شكر مضاف إلى مجرور وتقدير اسم معطوف طيب هيك شهادة عندي مفعول به ثاني لأنه ما اكتفى عندي المعنى اكتمال بالمفعول الأول منحت مديرة المدرسة المعلمة طب شو منحتها شهادة شكرا وتقدير لأن شهادة مفعول به ثاني طيب عند تحويل الفعل منحت إلى فعل مبني المجهول يصبح مونيحة المعلمة طبعا ليش أني حذفت عندي الفاعل صح حذفت الفاعل طبعا أكيد مش رح أترك أجيب كلمة المدرسة مونيحة المدرسة المعلمة أكيد لا لأنها كانت مرتبطة ارتباط وثيق بمديرة لايك خلص ذهب عندي الفاعل منحت المعلمة أها المتميزة فشو شكالية من نزلها منحت المعلمة المتميزة ماذا منحت؟ شهادة شكرا وتقدير نشوف شكالي صار للأعراب عندي هون منحت فعل ماضي مبني على الفتح مبني للمجهول والمعلمة نائب فاعل نائب فاعل كانت مفعول به شو صارت؟ نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعي الضمة المتميزة صارت ناعت مرفوع وعلامة رفعي الضمة منحت المعلمة المتميزة شهادة شو كانت؟ مفعول به ثاني ضلت مفعول به بس مش ثاني طبعا شك المضاف اللي هيك عندي الفكرة يا رب ان شاء الله تكون وصلت للكل وان شاء الله يكون الدرس صار واضح لكل الطلاب هيك بنكون ختمنا وخلصنا درس الألعاب الأولمبية كاملا آآ بشكرا لكم آآ بضل معكم الواجب ياري تتحلوه وأي استفسار ما في أي إشكالي إنكم تبعتولي يعطيكم ألف عفية كانت معكم علعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته